السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمه الله تعالى أبواب الأواني قال باب ما جاء في آنية الذهب والفضة قال عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحريرة ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في آنية الذهب إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه ولمسلم إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة قال وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يشرب في إناء فضة كأن ما يجرجر في بطنه نارا رواه أحمد وابن ماجة قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة مختصر من مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد أما بعد في آخر المجلس السابق شرحنا الحديث الأول في هذا الباب وعلنا نعيد بعض المسائل الهامة متعلقة في هذا الباب قال رحمه الله تعالى أبواب الأواني والأواني جمع مفرده إناء وتجمع أيضا على آنية ومفرده إناء والإناء هو الظرف الذي يحفظ فيه الشيء سواء كان مائعا أو جامدا سواء كان مائعا أو جامدا والأصل أن أحكام الأواني تكون في باب الأطعمة لكنه قدمها هنا لمناسبة الباب وهو استعمالها في الطهارة استعمالها في الطهارة والحكم إذا كان له مناسبتان فبعض الفقهاء يقدم الشيء يقدم الحكم في مسألته الأولى ولا يمنع أن يبحث هذا في المسألة الأخرى أو في بابه الثاني والمسألة الثانية أن الأصل في الأواني الحل والطهارة والجواز هذا الأصل يقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعه جميعه ويقول جل وعلا والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام ويقول جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه فهذه كلها تدل على أن الأصل في الأشياء الحل والجواز والإباح والتحريم يكون طارعاً التحريم يكون طارعاً ولذلك الأواني الأصل فيها الحل والجواز والإباح بجميع أنواعه إلا ما دل الدليل على حرمة الإناء والقول المصنف باب أبواب الأواني جمع الأبواب أيضاً ولم يقل باب لأن الأواني تختلف من حيث الحكم والاستعمال تختلف من حيث الحكم والاستعمال ولذلك جمعها بهذه الصورة ثم ذكر أولاً ما ذكر باب ما جاء في آنية الذهب والفضة وهذا أول باب من الأبواب التي أرادها المصنف لبيان الأحكام قال باب ما جاء في آنية الذهب والفضة وذكر حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحريرة ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة لا تلبسوا لا ناهية والنهي يفيد التحريم كما هي القاعدة الأصولية إلا إذا دل الدليل على الكراهة وليس تم دليل يصرف النهي هنا من التحريم إلى الكراهة لا تلبسوا الحرير والمقصود هنا بأنهي الرجال دون النساء لأن هناك ما يخص النساء من عموم التحريم فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمة حلال لإناثها أو حلال لإناث أمة حرام على ذكورها قال ولا الديباج والديباج نوعا من أنواع الحرير قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الديباج وهو نوعا من الحرير من باب التأكيد من باب التأكيد وهذه قاعدة معروفة تأتي في نصوص القرآن وفي نصوص السنة وقيل بأن أراد النبي عليه الصلاة والسلام التنبيه على الديباج لأنه يكثر استعماله في غير اللبس ومن ذلك الجلوس عليه يجلس على الديباج وأيضا يستعمل في الغطاء مثلا لأنه قد يفهم بعض الناس بأن المحرم هو ماذا اللبس فقط لا تلبس الحرير لكن بقية الأشياء المستعملة في حق الرجال أيضا محرم ولذلك لا يجوز للرجل أن يجلس على الحرير ولا أن يتغطى بالحرير ويطرق عليه الديباج الحرير الأصلي وليس الصناعي حرير الأصلي وليس الصناعي أما المرأة فلما جاز لها لبس الحرير جاز لها الجلوس عليه والتغطي به مثلا واستعماله في جميع أنواع الاستعمالات ومما يدل على أن الجلوس على الحرير يسمى لبس ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعته جدته مليكة جدت أنس قال فقمنا إلى حصير قد سود من طول ما لبس من طول ما لبس وهل الحصير يلبس؟ وإنما يجلس عليه هذا استعمال قال ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة وهذا والشاهد لا هنا ناهية ويدل على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة قال ولا تأكلوا في صحافها دل الحديث على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة دل الحديث على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام العلّ في التحريم فقال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر فإنها لهم الضمير يعود إلى المشركين الكفار لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يعني لأهل الجنة في الآخرة لأن الله تعالى جعل من نعيم الجنة الذهب يلبسونه يلبس أهل الجنة الذهب ولذلك من أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا قريمها في الآخرة ولكونه استعجل شيئاً قبل أوانه والقاعدة الفقهية أن من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه ويذكر العلماء لذلك أمثل من جملتها هذا الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة والعلّة هنا ظاهرة منصوصة تعلمون بأن العلّة في النصوص الشرعية إما أن تكون منصوصة أو إما أن تكون مستنبطة فإذا كانت العلّة منصوصة يكتفى بها أو تجعل أصل ولا حرج أن يكون هناك أيضاً أن يستنبط علّة الأخرى فابن القيم رحمه الله تعالى ذكر علّة الأخرى لهذا المنع والتحريم قال والصواب أن العلّة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المجانبة للعبودية منافاتاً ظاهرة منافاتاً ظاهرة ولهذا علّل النبي عليه الصلاة والسلام بأنها للكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها الآخرة بنعيمها فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها عن الآخرة ورضي بالدنيا وعاجلها عن الآخرة المسألة الأخرى أن حكم الشرب والأكل في آنية والذهب والفضة عام للرجال والنساء لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة أكلاً وشرباً عام للرجال والنساء المسألة التي تليها هل يتعدى التحريم إلى بقية الاستعمالات أملاء؟ مثل ماذا؟ الاستعمال في الطيب مثلاً يعني جعل أداة الطيب من ذهب أو من فضة كذلك المكحلة مثلاً وكذلك الساعة مثلاً بقية الاستعمالات في غير الأكل والشرب جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن الحكم يتعدى إلى بقية الاستعمالات يعني لا يقف الحكم على الأكل والشرب قالوا لأن الشارع الحكيم نبه عليهما لأن الأواني تستعمل غالباً في الأكل والشرب تستعمل في الأكل والشرب والقاعدة في هذه المسائل أن التغليب أحياناً يأتي الحكم على التغليب ولكن لا يمنع الحكم على غيره من ما هو مثله أو أقل منه ولذلك جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن المنع عام في الأكل والشرب وجميع وجوه الاستعمال وإنما خص الأكل والشرب كما ذكرت لأنه هو الأغلب وذهب بعض العلماء إلى أن التحريم خاص بالأكل والشرب وهؤلاء وقفوا على ظاهر الحديث ويروى هذا عن داود الظاهري وهو مذهب الصنعاني والشوكاني وقال بهذا شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين قال بأن الحكم لا يتعدى إلى غير الأكل والشرب واستدلوا بمجموعة أدلة منها ظاهر النصوص النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأكل والشرب وثانياً حديث عثمان بن عبد الله بن موهب حديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أمي سلمة بقدح فيه ماء فجاءت بجل جل من فضة فيه شعر من شعراتي أو من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بمخضبة فاطلعت في الجل جل فرأيت شعرات حمراً رأيت شعرات حمراً فقالوا بأن أم سلمة كانت تستعمل الجل جل من الفضة والجل جل هو الإناء الصغير الذي هو يعني من الفضة الذي يوضع فيه في الغالب مثل الكحل ومثل الأشياء وضعت في هذا الجل جل شعرات النبي عليه الصلاة والسلام وكان الناس كان يستشفى به وأيضاً حديث حديث بن اليمان مع الدهقان كان عنده دهقان فسأله ماء فأتى له بقدح من فضة فضربه به حديث ضرب الدهقان هذا بهذا الإناء وقال كنت منعته من أن يأتي بالماء فيه فقالوا بأن هذا يدل على أن حذيف كان يستعمله في غير الأكل والشرب والراجح ما ذهب إليه جماهير جماهير أهل العلم إلى أن المنع عام في الأكل والشرب وبقية الاستعمالات وبقية الاستعمالات وأجاب الجمهور على حديث أم سلمة قالوا بأن واقعة عين هذه وواقعة العين يتطرقها دائماً الاحتمال دائماً حوادث العين ووقاء العين يتطرق لها الاحتمال فمثلاً من الاحتمالات أن يكون الإناء مموّه بالفضة والمموّه هو أن يذاب تذاب الفضة ويؤتى بالإناء من الحديد أو النحاس ويوضع في هذه الفضة المذابة قالوا قد يكون مموّه وهذا احتمال والاحتمال الآخر أن يكون قد يكون الإناء صغير جداً بحيث أنه لا يعني يستعمل في الأكل والشرب أو في غيرها هذا احتمال طبعاً هم لا يقصدون هم يذكرون مساءل التطرق يعني وأيضاً قالوا بأن اختلف العلماء في لفضة من فضة فروية من قصة يعني ذبطت من قصة فقال بعض العلماء بأن أصل اللفظة من قصة فتحرفت إلى فضة ولكن رد هذا الحافظ بن حجر في الفتح رده وقال بأن الرواية الصحيحة بأنه من فضة لكن عموماً عندنا قاعدة وهي أن الخروج من الخلاف مستحب الخروج من الخلاف مستحب وهذا الأحوط للدين خاصةً وأنه لا يترتب عليه ضرورة فإذا ترتب عليه ضرورة جاهز للقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحضورات أن الضرورات تبيح المحضورات وليس تم ضرورة في استعمال الذهب والفضة في هذه الأشياء كذلك لا يجوز الأكل بملاعق الذهب والفضة ولا بملاعق ولا ببعض الأشياء التي يقطع بها مثل الشوكة أو السكين مثلاً من الذهب والفضة سواء كان خالصاً أو مموهاً سواء كان خالصاً أو مموهاً يبقى مسألة الذهب المقطع كما في حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الذهب إلا مقطعاً ما معنى مقطعاً؟ هو الذهب اليسير وهذه المسألة نستطيع الآن أن نضيطها خاصةً مع كثرة الأسئلة عن استعمال الساعة التي فيها ذهب النظارة التي فيها ذهب الأقلام أيضاً ميل المكحلة فيه ذهب الجمهور يمنعون هذا منعاً كاملاً يمنعون من استعمال الذهب والفضة في هذه الأشياء يمنعونها فهم لا يقصرونها على الأكل والشرب وإنما يعدونها إلى بقية الاستعمالات بقية الاستعمالات هناك رواية عن رمام أحمد واختارها أبو العباس تقييدين بن تيمية أن الذهب إذا كان مقطعاً وتابعاً لغيره جاز استعماله بقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا مقطعاً إلا مقطعاً يكون تابع لغيره يعني مثلاً الآن ساعة فيها قطع ذهب صغيرة جداً سواء في مكينة الساعة أو في عقارب الساعة قالوا يجوزها لماذا؟ لأن الذهب غير مقصود لذاته وإنما هو تابع لغيره تابع لغيره ميل المكحلة أيضاً ميل المكحلة هذه كذلك هو ليس مقصوداً لذاته وإنما تابع لغيره ويعني علبة المكحلة هذه كبيرة ولذلك يكون تابع لغيره وأيضاً يذكرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأسعد بن عرفجة رضي الله عنه أن يتخذ أنفاً من ذهب حينما قطع أنفه في معركة يوم الكلاب واتخذ أنفاً من فضة فأنتن عليه رخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفاً من ذهب فهذا لم يكن مقصوداً وإنما هو للتداوي والعلاج فقد يدخل في مسألة الضرورة وقد يدخل في الذهب المقطع أيضاً على هذا يرخص العلماء في السن الواحد من الذهب مثلاً يستخدمه الإنسان لأنه للحاجة وأيضاً هو مقطع بالنسبة لبقية الأسنان بقية الأسنان لكن عموماً الإنسان يحتاط لدينه ولا يلجأ إلى مثل هذه الأشياء ولا يعني يهتم لها خاصةً وأن هناك أدلة مرهبة من مسألة استعمال استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب وبقية الاستعمالات ثم ثم قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه ولمسلم إن الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة في إناء الذهب والفضة هذا الحديث يدل على تحريم الأكل يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هذا الحديث حديث أم سلمة مع حديث حذيفة يدلان على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضل أما الشرب فبالإجمع أجمع العلماء على حرمة الشرب في آنية الذهب والفضل وأما الأكل فجوزه داود الظاهري داود الظاهري جوز الأكل فقط قال لظاهر النص لأنه وقف على حديث أم سلمة إن الذي يشرب في آنية الفضة ولم يقف على رواية مسلم إن الذي يأكل أو يشرب ولذلك الإجماع منعقد وخلاف داود الظاهري لا يضر ولا يخرق الإجماع الذي حكاه أهل العلم على أن المحرم الأكل والشرب لأن الأحاديث ترد عليه ويروى عن معاوية ابن قرة رضي الله عنه أنه ذهب إلى أن المحرم هو الشرب دون الأكل والصواب أن الأكل والشرب يحرماني في آنية الذهب والفضة وهذا محل إجماع المسألة الأخرى بالنسبة للوضوء في آنية الذهب والفضة جماهير أهل العلم يذهبون إلى صحة الوضوء مع حرمة الفعل مع حرمة الفعل لأن هذا استعمال وهذا قول جماهير أهل العلم وذلك لانفكاك الجهة ودائما عندنا قاعدة بأن أنه إذا عاد إلى شرط العبادة فإنه يبطلها أما إذا عاد إلى وصفها فإنه لا يبطلها وإنما يكره وإنما يصح مع الكراهة أو التحريم على ما جاء الحكم في العمل ولذلك الوضوء في آنية الذهب والفضة صحيح لكن الفعل محرم الفعل محرم ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها طبعا قبل ما ننتقل يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر يجرجر هو صوت وقوع الماء في الجوف يجرجر مثل ما يسمع لصوت الماء في جوف البعير في جوف البعير ولذلك يجرجر هو صوت وقوع الماء في الجوف إنما يجرجر في بطنه نار جهنم باعتبار الجزاء لأن الماء الذي يشربه الإنسان لا يشعر بأنه دخل جوفه نار وإنما هذا باعتبار الجزاء فالجزاء يوم القيامة سيكون أنه يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا يدلنا على قاعدة أن الجزاء من جنس العمل فكما أنه عصى الله تعالى بالشرب في آنية الذهب والفضة جزاه الله تعالى بالشرب من حميم النار والعياذ بالله من الماء ماء النار الذي يغلي جزاء وفاقا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما يجرجر في بطنه نار جهنم كذلك حديث عائشة رضي الله عنها قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا كأنما يجرجر في بطنه نارا ثم ذكر حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال نهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة مختصر من مسلم وهذا أيضا يدل على أن الجزاء من جنس العمل فمن أكل أو شرب في إناء ذهب أو فضة فإنه لا يشرب فيهما في الآخر يعني في الجنة في الجنة لأن الذهب والفضة يكونان في الجنة من الجزاء ومن النعيم الذي يعطاه المسلم في الجنة هذه الحديث كلها تشير إلى حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وكذلك بقية الاستعمالات فالقول الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول جماهير أهل العلم ذكرت لكم الخلاف قبل قليل قال باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه دار قطني قال وعن أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري ولأحمد عن عاصم الأحوال قال رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة هذا هو الباب الثاني من أبواب الأواني أو الآن قال باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة التضبيب هو سلسلة يلحم بها الإناء المنكسر أو شيء يوضع بين شقي الإناء المنكسر يوصل به الشيء بالشيء فإذا كسر الإناء مثل ما يسمى بالتعبير عندنا يلحم هذا هو التضبيب وهنا الأحاديث تدل على جواز التضبيب تضبيب الإناء المنكسر بالفضة دون الذهب بالفضة دون الذهب ولذلك قال في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك أو إناء فيه شيء من ذلك فيه شيء من ذلك يعني من الذهب أو الفضة والمقصود ولو كان قليلا فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا الحديث يشير إلى حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة الخالصة وفي آنية الذهب والفضة المموهة المموهة فهناك آنية ذهب وفضة تموه والتمويه ذكرت لكم صفته ما هي أن يذاب الذهب أو تذاب الفضة ثم يؤتى بالإناء ويغمس فيهما فتنصبغ الفضة وينصبغ الذهب في هذا الإناء هذا يسمى التمويه مموه مموه وهناك أيضا استعمالات أخرى مثل أن يحفر الإناء ويوضع فيه الذهب والفضة يقومون بحفر الإناء ويوضع فيه شيء من الذهب والفضة فهذا محرم في قول جماهير أهل العلم ولذلك قال فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم والدليل على منع التضبيب بالذهب أو بالفضة من حيث الأصل ما ورد في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام أو إناء فيه شيء من ذلك يعني من الذهب أو الفضة لكن هنا جاء الحديث الآخر ليستثني الفضة دون الذهب ليستثني الفضة دون الذهب بشروط ولذلك قال أنس ابن مالك ابن النظر رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر يعني الإناء الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعبي يعني الصدع والشق الحاصل اتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة السلسلة مثل ما ذكرت لكم ما يوصل به الشيء هو التضبيب يوصل الشيء بالشيء هو التضبيب رواه البخاري ولأحمد عن عاصم الأحوال عاصم بن سليمان الأحوال قال رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة ضبة فضة يعني ألحم بهذه الفضة وجاء في روايات بأن الذي اتخذ مكان الشعب هو أنس بن مالك وليس النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يقول أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر إلى هنا هذا رؤية أنس فاتخذ يعني أنس هو الفاعل فاتخذ مكان الشعبي سلسلة سلسلة من الفضة أفاد هذا الباب بهذين الحديثين حرمت الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة الخالصة أو ما كان مموها بالذهب والفضة هذا الحكم الأول الحكم الثاني حرمت الشرب في آنية الذهب والفضة إذا كانت مضببة ضبة كبيرة ضبة كبيرة من فضة وقد ذهب إلى هذا شافعي وأحمد وذهب أبو حنيف رحمه الله تعالى إلى أنه مباح حتى ولو كان ضبة كبيرة فإنه مباح لماذا قال لأنه تابع للمباح فهو أشبه اليسير أشبه اليسير والصواب ما ذهب إليه الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى أن الضبة لا بد أن تكون يسيرة لأن الضبة في الغالب تكون يسيرة هكذا في التعريف اللغوي وفي المعنى الشرعي والحديث الذي في الحديث ابن عمر يفيد هذا قال أو إن فيه شيء من ذلك والشيء هو الشيء اليسير المسألة الثالثة أن الضبة اليسيرة من الذهب لا تجوز ومحرمة الضبة اليسيرة من الذهب لا تجوز ومحرمة حتى ولو كانت قليلة وبعض العلماء ذهب إلى إباحتها إذا كانت يسيرة ولحاجة قد اختار هذا أبو العباس الحفيذ رحمه الله تعالى اختار جواز الضبة اليسيرة من الذهب من الذهب إذا كانت لحاجة قال لأن الذهب والفضة لهما حكم الواحد من حيث الأكل والشرب وما ورد فيهما من التحريم المسألة الأخيرة أن الضب اليسير هذه اشترط لها العلماء شروط وأكثر من تكلم في هذا الحنابلة فذكروا أولا أن تكون من فضة هذا الشرط الأول والثاني أن تكون يسيرة يعني قليلة جدا وثالثا أن تكون لحاجة ورابعا أن لا يباشر الشرب منها وإنما يباشر الشرب من غيره يعني لا يضع فمه إذا شرب على الضب هذه التي من فضة لأنها جوزت للحاجة جوزت للحاجة وبعض العلماء يرى بأن هذا تعسف وأنه يجوز ما دام أن الشارع جوزها فأخذت حكمة الإناء أخذت حكمة الإناء نعم قال باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة قال باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها قال عن عبد الله بن زيدين قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضى رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة قال وعن زينب بنت جحشر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر رواه أحمد نعم قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها آنية الصفر ما هي؟ هي آنية النحاس ولماذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب مع أن الأصل في الأواني ماذا؟ الحل والجواز والإباحة ذكر هذا لأن هناك قول في كراهية الوضوء في آنية الصفر والنحاس في آنية الصفر والنحاس وآنية الصفر هي من حيث الشكل شبيهة بالذهب والنحاس معروف أيضاً قد يأخذ لون الذهب وقد يأخذ لون الفضة وقد روي عن ابن عمر أنه كره الوضوء في آنية الصفر والنحاس وذكر العل بأن الماء يتغير فيهما ويروى أيضاً أن الملائكة تكره ريح النحاس تكره ريح النحاس ولا شك بأن هذا لا دليل عليه والنص على خلاف ذلك ولذلك قال في الزاد زاد المستقنع يباح كل إناء ولو كان ثمينة يباح كل إناء ولو كان ثمينة ثم استثنى الذهب والفضة ولذلك الأصل يباحة الأواني حتى ولو كانت ثمينة مثل البلور ومثل أواني الأحجار الكريمة وقد ذهب بعض العلماء إلى أن العلة هي العلة في النهي هي كونها غالية الثمن ولذلك نجد قول لبعض العلماء بحرمة استعمال الآنية غالية الثمن قالوا لأن العلة في الذهب والفضة موجودة فيها وأشد والصواب قصروا أنهي على آنية الذهب والفضة وعدم تعديث ذلك إلى غيرها من الأواني فيباح الآنية من الزجاج ومن البلور من المرجان من بقية الأشياء وشو بعد الكيرستال ها الرخام الماس الماس في أواني الماس ها ما أدري لا ما أعتقد الماس طيب إذا قلنا بإباحة أواني الأواني غالية الثمن فغيرها أولى يعني مثل أواني الخشب والحجر والبقية الأواني فهنا ذكر حديث عبد الله بن ابن زيد رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ رواه البخاري وأبو داود ولا شك بأن هذا نص يرد كل قول يمنع من استعمال آنية الصفر والنحاس وهذا طبعا قول عامة أهل العلم ذهبوا إلى جواز اتخاذ الآنية ولو كانت ثمينة ولو كانت ثمينة مثل ما ذكرنا البلور وغيرها والعقيق وغيره ثم ذكر حديثا زينب بن تجحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضع في مخضب من صفر رواه أحمد المخضب هو مثل الطشت تعرفون الطشت الطشت الذي يغسل فيه الثياء هذا هو المخضب سمي مخضبا لأن الماء يخضخض فيه ويخضب يعني وأيضا يستعمل استعمالات كثيرة المخضب هو مثل الطشت ويضبط الطشت والطست فهذا يدل على أيضا قالت من صفر يعني صنع من صفر وهي المادة التي ذكرنا لكم ولذلك دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الأواني من الصفر ومن النحاس نعم قال باب استحباب تخمير الأواني قال عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سيقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا متفق عليه قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء نعم قال رحمه الله تعالى باب استحباب تخمير الأواني وتخمير الأواني معناها تغطيتها تغطيتها لأن التخمير مأخوذ من الخمار والخمار هي هو الغطاء والخمر هي التغطية الخمر تغطي العقل فسميت خمرا لأنها تغطي العقل والخمار بالنسبة للمرأة غطاء والمعنى هنا تغطية الأواني تغطية الأواني والأواني على أنواع وأقسام منها ما يغطى ومنها ما يوكأ والوكاء هو الربط والشد الوكاء مثل القربة ما يقال غطى القربة وإنما يقال أوكى القربة شد يعني ربطها وأما الآن الأخرى فهي تغطى لها غطاء لها غطاء واستحباب تخمير الأواني سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام ما من خير يعلمه إلا وأمر الناس به ودلهم عليه وأرشدهم ورغبهم فيه وبين أيضا ما في هذا من المصالح وما من شر يعلمه إلا نهى الأمة عنه وحذرها منه وبين المفاسد في هذا النهي فيما لو إذا اقترفوه أو وقعوا فيه وهذا يشمل في المسائل الدينية وفي المسائل الدنيوية والمتتبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام يجد هذا ظاهرا هنا وصايا من النبي عليه الصلاة والسلام تعلمون بأن الإنسان في هذه الدنيا في معركة مع الشيطان إن صح التعبير الشيطان عدو ولذلك الشيطان يقعد للمسلم بكل سراط ليؤذيه أذية مادية أو أذية معنوية يقول جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ويقول جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا والشيطان يعني خلق أخفاه الله عز وجل فنحن لا نرى وهو يران قل جل وعلا إنه يراكم هو وقبيل من حيث لا ترونه وقد يتمثل الشيطان في صورة آدم أو في صورة حيوان فالكلب الأسود البهيم شيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد يتمثل الشيطان في صورة آدم أحيانا تراه لكن لا ترى على صورته الحقيقية والشيطان مهمته إذا بني آدم والمسلم على وجه الخصوص المسلم على وجه الخصوص ونصوص القرآن والسنة كلها تشير إلها حتى إنهم حاولوا إذا النبي عليه الصلاة والسلام قد تكرر من الجن مرات منها أن عفريتا انفلت على النبي عليه الصلاة والسلام بشعل من نار أراد حرق وجه النبي عليه الصلاة والسلام فقبض عليه وخنقه حتى وجد برد لعابه على يديه صلى الله عليه وسلم قال لو لا دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إذا ربطته بسارية من سواري المسجد يلعب به الصبيان المدين وكذلك هجمت عليه الجن انحدرت عليه فحال بينه وبينهم جبريل عليه السلام والوقاعة كثيرة فيها ولذلك شرعت الأذكار وشرعت الأدعية وشرعت أشياء كثيرة كلها تحصينات للإنسان يحصن نفسه من شر الشيطان إذا جئت تنام تذكر الله حتى لا يتسلط عليك الشيطان إذا خرجت إذا دخلت إذا أكلت إذا شربت إذا دخلت المرحاض سيأتي معنا في أبواب التخلي كذلك إذا أتيت أهلك وهكذا ولذلك هناك أشياء قد لا نراها من الشيطان أو بئة لا نراها أو بئة لا نراها فمثل ما جاء في الحديث وباء ينزل ليلة كل سنة هذا لا نراه ولا نعلمه من العلماء من تعسّف في معرفة هذا وأطال الكلام وبحث وهذا كل حقيقة إضاعة للوقت صاحب الشرع قال وباء والله أعلم نوعية هذا الوباء من من يقول مذنبات يبقى أثرها على الأرض وتتساقط شضاياها التي لا ترى بالعين المجردة تقع منها من يقول هو وباء ينزل من علو لكن خص بعض الأشياء عموما لا نعرف هي أوبئة جراثي ماكروبات بقايا مذنبات ولا بقايا أوبئة الله تعالى أعلم أعلم بذلك هنا حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاءك والسقاء هنا المقصود فيه الذي يربط مثل القربة مثل القربة القربة هي التي تربط في شيء غير القربة يربط أوكي سقاءك هذا هو الوكاء أنك تربط فم القربة أوكي سقاءك واذكر اسم الله يعني قل بسم الله هذا المعنى ولذلك بسم الله هذه حصن حصيم حصن حصيم وقد شرعت التسمية في مواضع كثيرة جدا وهذا يدل على ضعف الشيطان وأنك إذا ذكرت الله عز وجل ما استطاع الشيطان أن يحل شيئا مربوطا أو يفتح شيئا مغلقا أو يرفع إذا قد غطيته وذكرت اسم الله عليه أو كسقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله يعني خمر غطي الإناء مثل القدر مثل الأشياء الثانية خمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا متفق عليه يعني أنت الآن ما استطعت أنك تخمر إناءك ما استطعت أنك ما عندك يعني غطاء اعرض عليه عود يعني هذا الإناء اعرض عليه عود بهذه الطريقة ولا يلزم أن يكون عود من خجم ممكن تعرض عليه ملعقة أو سكين أو شوكة أو أي شيء من معدات المطبخ مثلا تقول باسم الله وتضعه عليه لا يستطيع الشيطان أن أن يؤذيك في هذا العناء لا يستطيع لأنك قلت باسم الله وضعت أي شيء مسواك قلم مثلا عود أي شيء تضعه وتذكر اسم الله سبحانه وتعالى ولذلك هذا من المستحبات وأمر النبي عليه الصلاة والسلام هنا أمر ماذا إرشاد لماذا ما قلنا أمر وجوب يا مشايف أحسن تبو عبد الرحمن لأن القاعدة عندنا أن الأوامر في باب الآداب الأصل فيها ماذا أن الأوامر للإرشاد وللندب وليس للوجوب إلا إذا دلت قرينة على أن هذا للوجوب أو للتحريم مثلا أن النهي كل التحريم هذه قاعدة مهمة تحفظونها بارك الله فيكم وأظنني ذكرتها ما أدري في هذه المجالس أو في غيره طيب إذن هذا الحديث يشير إلى أن التسمية لا بد أن تكون مقترنة بالفعل حتى يتحقق تتحقق العصمة لا بد أن تكون التسمية مقترنة بالفعل فإذا غطيت أو كيت من دون تسمية فإن هذا قد قد يأتي الشيطان فيرفع الغطاء أو يحل السقاء أو يحل السقاء لذلك تسمي ومن المهم جدا أن يعني يتعاهد الإنسان التسمية دائما وأن يرطب لسانه بالتسمية يعني عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه وشربه وهذه كلها من السنن من السنن تتعاهد التسمية فإن للتسمية أثر عظيم جدا في دحر الشيطان وفي إخسائه وفي طرده فأنت تقول بسم الله بسم الله هذه تزلزل الشيطان وتبعده عنك ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء من ذلك الوباء هذا الوباء الله أعلم به مثل ما ذكرت قبل قليل يعني إطالة الكلام فيه والتفصيل ليس تحته طائلة ولا وراءه فائدة لماذا؟ لأنه أمر غيبي وصاحب الشرع ما أخبرنا وأيضا قد يكون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عين الوباء حتى يهتم الناس بهذه الإرشادات بهذه الإرشادات ولذلك إذا غطيت الإناء وأوكيت السقاء فإنك تسلم من شيئي من الشيطان الرجيم وكذلك من الوباء وكذلك من الوباء وطبعا جاءت أحاديث أخرى تبين بأن الشيطان لا يحل وكاء لا يحل لا يرفع غطاء إناء قد ذكر اسم الله عليه أحاديث أخرى جاءت وذكرها يعني من صنف في الآداء فإذا سميت سميت تحققت لك مصلحتان يعني مع التغطية الأولى أن الشيطان لا لا يتسلط على هذه الآنية والثانية أن هذا الوباء لا يصيب هذا الإناء وإذا غطيت من دون تسمية تحققت لك مصلحة واحدة وهي عدم نزول سلامة الآنية من هذه الأوبئة من هذه الأوبئة وبذلك حقيقة أنبئ إلى مسألة أن بعض الناس يعني قد يصاب بمرض مفاجئ ولا يعرف له سبب ولا يعرف له سبب فلذلك يتنبه الإنسان إلى هذه الإرشادات النبوية فقد يكون هذا المرض سببه إناء شرب منه وكان مكشوفا كان مكشوفا ففيه هذا الداء أو هذا الوباء الذي نزل فيه فيصاب هذا الإنسان بمرض لا يعرف سببه وهو من الأمراض الغريبة كثير ما نسمع يقول فلان أصيب بمرض غريب جدا ما يعرف وفلان مات بفجأة بسبب يعني بغير سبب ظاهر يعني ما يعرف له سبب ظاهر فيتنبه الإنسان لها تنبه الإنسان لها ولذلك حتى هناك فوائد أخرى وهي منع سقوط الحشرات مثلا أو السميات مثلا في الآنية تعلمون بأن الحشرات والسميات يعني يجذبها الطعام والشراب فإذا غطيت سلمت أيضا سلم إناؤك من مثل هذه الحشرات نعم سلام estreر هل هذا عام في كل إناء تحت سقف أو غير سقف أو فيه طعام أو ليس طعام أي نعم بالنسبة للآن عام سواء كانت تحت سقف أو غير سقف سواء كانت فيها طعام أو ليس فيها طعام لكن الذي يظهر بأن التي فيها طعام أو فيها ماء هذا الذي يظهر عموما ويبقى الثلاجات الآن إذا出خلت الإناء في الثلاجة هل تكون الثلاجة غطاء له الذي يظهر نعم أن الثلاجة غطاء له لأنك أدخلته في حرز أو في شيء يكون أيضا ستر له والله أعلم قال باب آنية الكفار قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم روه أحمد وأبو داود قال وعن أبي ثعلبة قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه قال ولأحمد وأبي داود إن أرضنا أرض أهل الكتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم قال إن لم تجدوا غيرها فارحبوها بالماء واطبخوا فيها واشربوه قال وللترمذي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس قال أنقوها غسلا واطبخوا فيها قال وعن أنس أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه رواه أحمد والإهالة الودك والسنخة الزنخة المتغيرة قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزالة مشركة وعن عمر رضي الله عنه الوضوء من جرة نصرانية قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه بأكل لحم الخنزير متمكنا فيه أو يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعا بذلك بين الأحاديث واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححة نكمل بعد الأدان اشتركوا في القناة 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 الحمد لله حديث جابر وسبق الكلام على آنية الكفار في أبواب سامقة لكن لا بأس أن نأتي على شرحها بإيجاز قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم هذا الحديث دل على إباحة آنية الكفار مطلقاً وأنهم كانوا يستعملونها من دون غسل من دون غسل ولذلك يقول جابر كنا نصيب نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين يصيبون من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها يعني نشرب بها ونأكل بها ولا يعيب ذلك عليهم دل عموم حديث جابر رضي الله عنه على طهارة آنية المشركين وأنه لا يلزم غسلها ولا يلزم التيقن من طهارته هذا ظاهر حديث جابر أما الأحاديث الأخرى ففيها شيء من الاستثناءات وعن أبي ثعلب وهذا حديث أبو ثعلب الذي سبق شرحه قال وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وأهل الكتاب هما الأمتين اليهود والنصار يقول نعيش في أرض هم أهل كتاب فسأله أفنأكل في آنيتهم قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا يعني غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه ما الفرق بين حديث جابر وحديث أبي ثعلبة ها وعبد الله لا ها الفرق ما هو الحديث سنأتي إلى الغسل حديث جابر عام لا ينزم أن يكون من حاجة أو من غير حاجة ولا يغسل ولا يعني يحقق فيها أما حديث أبي ثعلبة فعلق جواز استعمال آنية المشركين على الحاجة إن لم تجدوا غيرها يعني احتجتم إليها إن لم تجدوا غيرها ولذلك قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وهذا يدلنا على منع الأكل في آنية المشركين إذا وجد عند المسلم آنية تخصه آنية تخصه إذن هذا هو هذه المسألة الظاهرة التي تفرق بين حديث جابر وحديث أبي ثعلب ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أضاف شيئا آخر وهو غسلها قال غسلوها وكلوا فيها فاغسلوها وكلوا فيها دل هذا على أن الأصل أن آنية المشركين المستعملة إذا احتاج إليها الإنسان لا يشربوا ولا يأكلوا فيها إلا بعد غسلها ولأحمد وأبي داود يقول أبو ثعلب الخشني إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم قال إن لم تجدوا غيره وهذا يدلنا على أن الكراهة تزول إذا وجدت الحاجة إذا وجدت الحاجة إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا يعني نرحضوا اغسلوها بالماء اغسلوها بالماء غسلا ثم اطبخوا فيها واشربوا وللترمذي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس قال أنقوها غسلا واطبخوا فيها والمجوس قيل بأن أنزل عليهم كتاب ثم رفع وقيل بأنهم ليسوا من أهل الكتاب وإنما عبدت أوثان أو عبدت نار فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها وعن أنس أن يهوديا دع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب الدعوة وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم فهذا اليهودي دع النبي عليه الصلاة والسلام فاستجاب له ولبى دعوته وقد صنع له خبز شعير خبز شعير وإهالة سنخة الإهالة هي الودك الودك الشحم مثل ما يقولون سنخة يعني متغيرة زنخة زنخة يعني ليست بذلك الطعام الراقي وإنما طعام البسطة والفقرة والطعام البائت مثل ما يقولون اللي يأكلونه بعد يوم أو يومين يبيت عندهم فاستجاب له هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى هنا ليشير إلى طهارة آنية المشركين لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل اليهودي ماذا طبخت بهذا الإناء قبل أن تقدم هذا الطعام وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء من مزادة مشركة المزادة هي القربة الكبيرة وتسمى سطيحة أيضاً مثل ما يقول سطيحة ماء سطيحة القربة الكبيرة مشركة غير مسلمة غير مسلمة وقيل بأنها كتابية قيل بأنها كتابية وليس وهذا له قصة طويلة جداً أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات انقطع عليهم الماء ما وجدوا الماء فوجدوا هذه المرأة المشركة وتحملوا الماء وسألوها فذكرت بأن الماء مسافة أيام مسافة أيام ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام توضع من من قربتها وتوضع الناس وظهرت دلالة من دلالات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام حيث أن الجيش كله توضع من هذه المزاد وهذا أيضاً جوز أيضاً فيه جواز استعمال أواني المشركين ما لم تتيقن نجاستها ما لم تتيقن نجاستها والمزادة في الغالب هي مصنوعة من جلد مصنوعة من جلد وهذا يدلنا على طهارة جلد الميتة بالدباء كما نص على ذلك أهل العلم وأيضاً فيه فائدة جواز أخذ الإنسان من ماء غيره إذا حازه ودعت الحاجة إليه ولا يكون مضرًا بصاحبه وكذلك إنزال للراكب مثلاً لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإنزاله فنزلت وفيه فوائد كثيرة ذكرها العلماء الشاهد جواز استعمال آنية المشركين ما لم ما لم يعلم نجاسته ثم ذكر الجد رحمه الله تعالى قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته وهذا طبعاً ظاهر كلام الإمام أحمد واختاره القاضي أبو يعلى وبالنسبة للمجوس الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة قال لا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة والظاهر العموم يعني العموم لكن إذا كانت الذبائح تذبح لغير الله فإنه لا يجوز لا يجوز أكلها والكلام نحن الآن في مسائل الآنية ثم قال وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهراً فيه بأكل لحم الخنزير متمكناً فيه أو يذبح بالسن والظفر والذين يذبحون بالسن والظفر منهم؟ الحبشة الحبشة يذبحون بالسن والظفر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما السن والظفر فمدية الحبشة وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعاً بين بذلك بين الأحاديث استحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه أحمد والنساء والترمذي وصححه وخلاصة هذا الباب أولاً بالنسبة لآنية المشركين عموماً إذا كانت جديدة غير مستعملة فالأصر فيها الحل والجواز والإباحة ولا تحتاج إلى غسل كالأواني التي تأتي من مصانعهم مثلاً سواء كانت من نحاس أو من صفر أو من ورق أو من بلاستيك مثلاً الأصر فيها الحل ولا يحتاج الإنسان إلى غسلها لكونها غير مستعملة المسألة الثانية أن الكفار على ضربين أهل كتاب ووثنيون أما أهل الكتاب فيباح أكل طعامهم وشرابهم واستعمال آنيتهم ما لم يعلم نجاستها ولذلك قال الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حلوا لكم وحديث جابر نصف هذا على أنه كان يستعملون آنية المشركين من دون غسلها لكن جاءت الأحاديث الأخرى تشير إلى أن تشير إلى غسل الأواني المستعملة إلى غسل الأواني المستعملة ولذلك جاءت بقية الأحاديث تشير إلى أن الأواني التي يأكل فيها أو يأكل فيها المشركون ما هو محرم في عقيدتنا كالخنزير ويشربون الخمر يجب على المسلم أن يغسلها أما غير أهل الكتاب من عبدة الأوثان فذكرنا لكم الخلاف ذكر الجد الخلاف والصواب أن الصواب الحل ما لم تعلم نجاسته وعليه يكون محصل هذا الباب أن جميع أواني المشركين سواء كانوا أهل كتاب أو مجوس الأصل فيها الحل والجواز والإباحة إلا إذا علمت نجاستها فإنها تغسل قبل الاستعمال تغسل قبل الاستعمال نعم كم باقي طيب تسألون عندكم سؤال شيء ولا ندخل في الباب شيخنا بالنسبة خمس دقائق نخليها للأسئلة بالنسبة للأواني غير المسلمين لا يستعمل مطلقة نسفنا حتى لو من غير حاجلة جديدة لا لا المستعملة المستعملة بالنسبة للأصل الذي ذكرناه بأنه لا يستعملها الإنسان إلا إذا احتاج إليه أما إذا لم يحتاج إليها لا يستعمل وإذا احتاج إليها غسلها ما دام أن المشرق قد استعملها لأنهم لا يتوقون النجاسات فالخزين عندنا نجس والخمر كذلك نجس في قول الجمهور ولذلك ترتيب المسألة مثل ما ذكرنا الحاجة ثم الغسل أولا عدم وجود الآنية ثم الاحتياج إليها ثم غسلها غسلا يعني ينقي ينقيها من النجاسات شيخ نحن طلاب جدد يعني في بعض الأحيان تذكر أنت الخلافات ولكن ما ترجح نحن شو علينا أن نفعلها نحن نحتاج الترجيح لا أنت تحتاج الصبر تصبر ومع الوقت إن شاء الله ستتضح لك المسائل إن شاء الله في درس المتن الفقهي بيكون أوضح يعني نحن الآن نذكر الشرح من هو؟ عبد الله هذا واسطة ما شاء الله عندك لا 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 واسطة تفضل وينه؟ من هو؟ تفضل تفضل لا هو الحلال طعام أهل الكتاب هذا الذي جاء النص القرآن والسنة أيضا أما الوثني الذي لا يؤمن بالله فهذا لا تحل ذبيحته حتى لو ذكاها مثل ما نذكي نحن أي نعم ولذلك عندنا في باب الأطعمة وسيأتي معنا شروط في المذكي وشروط في الذكاء وشروط في البهيمة من شروط المذكي أن يكون مسلما أو كتابيا فإذا كان وثني حتى لو أنه ذكى تذكية شرعية كتذكية لما تحل ها ها هو أمر أي المطلع يسمونه المطل المموه وبعضهم يقول المطل غير هو الذي ذكرت أنا أظن قبل قليل الذي يحفر مثل يعمل فيه زي الحفر ويوضع مثل الشريط عليه شريط ذهب أو فضة الشيخ حديث إخوذي لمسلم أن في السنة ليلة ينزل فيه وباء هذا ينزل فيه وباء هذا ينزل تخطير فقط في الليل لأنه ليل والنهار لا هو الحديث قال ليلة قال ليلة يعني الوباء هذا ينزل في الليل لكن عموما الأصل تقطيت الآنية في الليل والنهار نحيانا قد يأتي التعبير عن اليوم بالليلة وعن النهار وعن الليل باليوم فلذلك تغطي الآن يحرص الإنسان على أن يغطي الآن صلى الله عليكم شيخ نار ذكرتم حرفكم الله في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزالة مشركة والمزادة من جلد فذكرتم في جواز استعمال جلد الميتة مدبوغ مدبوغ والله هكذا ذكر شراح الحديث قالوا يظهر أن هذا كان معروفا عندهم دبغ الجلود لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن يستعمل أن يستعمل في جلد لم يدبغ وهو القائل أيما إيها بن دبغ فقد طب قد يظهر أثر هذا في الماء مثلا أو في الجلد يكون ضاهر نعم نعم يمنع ذكر العلماء في هذا الأحاديث أن نعيم الجنة يتفاوت يعني ليس أهل الجنة في النعيم شيء واحد وإنما يتفاوته كما تتفاوت درجات الجنة فمن استعمل الذهب والفضة في الدنيا حرمها في الجنة إذا كان من أهل الجنة إذا تاب لا توبع عمما أي إنسان فعل ذنبا عظيما ثم تاب منه قبل أن يلقى الله أفر الله له نعم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب والدليل على ذلك الجرجرة أن يجرجر في بطنه نار جهن نلتقي بعد الصلاة سبحانك اللهم وبحمد سبحانك اللهم لا إله أستطرك وأتوب اشتركوا في القناة